كاتري ناشتون مسؤولة العلاقة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجي الإيراني جواد ظريف إضافة إلى بقية الوفود المشاركة في التفاوض حول ملف طهران النووي يصلون اتباعا إلى العاصمة النمسوية فيينا قبل ساعات من انطلاق المباحثات المفاوضة تجري من أجل ضمان سلمية النشاطات النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها والتي بدأت تسبب لها اختلالات اقتصادية يعتبرها كونراد كرامار رئيس تحرير صحيف الديير كورير اليومية النمسوية خطيرة حيث يقول إن الإيرانيين يائسون فعليا اقتصادهم ينهر بسرعة التنفس وما أعنيه هو أن كل شيء في طريقه إلى الانهيار بدءا بالعملة وحتى إنتاج النفط وهذا ما يجعلهم يستعجلون التوصل إلى اتفاق وإذا كان الوفد الإيراني في فيينا متفائلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق فأن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي وإن لا يمانع في إجراء المفاوضات إلا أنه لا يؤمن بنجاعتها وإمكانية التوصل إلى حل توفقي يضع حدا للتوتر بين بلاده والقوى الغربية والذي يدوم منذ أكثر من عشرة أعوام خامنئي قال متحدثا إلى جمهور غفير من المولين له إن إيران لن تنكث عهودها لكن الأمريكيين يكرهون الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية إنهم أعداء هذا العالم الذي رفعتمه وهذا العداء لن يتوقف بمقتضى الاتفاق المؤقت الذي وقع في شهر نوفمبر 22 الماضي التزمت إيران بتجميد بعض نشاطتها النووية لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف العقوبات عليها ترجمة نانسي قنقر